الاخبار هتكون سريعة جدا فمعليش يعني هنتنيل على طول إعلان جديد للأنيمي العضلات بموسم جديد لم يتم تحديد الموعد حتى الآن عضلات بلا هدف وكل النقطة الهاهاها بوم الإعلان عن موسم جديد لأنيمي سورد أرت ونلاين وهيكون بعنوان برو جريسيف وهيتم اقتباسه من رواية أو نوفل بتحمل نفس الاسم مزيد من الحرم مزيد من الهاهاها مزيد من الموازين بتاعة القوة زاد النوع بيتقال ان هو هيقتبس شوية حاجات من اللي الموسم الأول تركها فهيجديني عمالة تتشبك في بعضها عشان يعملوا موسم جديد وفي قوانين الأوسكار الجديدة اللي هيتم تطبيقها سنة 2024 اللي تقريبا يعني هتخرب أم السينما وهتضيع أم الحريات وهنعمل كده حالة من الهاهاها ولكن تخيل من بعض القوانين ديت ان تقريبا ما فيش أي فيلم عتل فيلم موزون فيلم طبيعي هياخد جهازة الأوسكار مرة تانية لحد ما يتم إلغاء القوانين دي والقاعدة أو الشرط الأول تواجد ممثل رئيسي أو مساعد من الأقليات أو من الجنسيات أو من الأشخاص اللي بينظر رؤيتهم في الأفلام ثانيا تواجد 30% من الكاست أو من الممثلين أو الأدوار الفرعية أو الرئيسية بها أو الصغيرة في الفيلم لازم يكونون من الفئات اللي جاي لازم نساء شواز زاوي احتياجات خاصة وصم أو يواجهون مشاكل في السمعة ثلاثة ضرورة إن يكون السيناريا أو القصة رايحة في ناحية الاتجاه ده أو بتتكلم عن الفئة المعينة دي النساء الشواز مجموعة عرقية زاوي احتياجات خاصة رابعا وده نتكرم منهم إنهم يعني ممكن يسمحوا للفيلم اللي هيحقق شرطين إنه يعني يترشح يعني مش فاهم إيه الخارل على دماغهم ده يعني إيه يعني يعني لو فيلم أساسا بنحكي عن قصة ما والفيلم اتعمل بشكل عبقري وموزون وبيرفكت وكل الكلام الجميل ده ولكنه بيحكي عن قصة القصة ذات نفسها ما بتشتريكش إنه يتم الخط في الكلام ده نعمل إيه؟ فين؟ فين أم الحرية؟ فين أم؟ مارفل تقرر تعجيل فيلم بلاك ويدو لنهاية السنة أو لأقصى نهاية السنة موضيت تقريبا المرة الكام في إنهم يأجيلوا الفيلم ده مع إن خلاص يعني السينمات المفروضة انها تفتحت مش بالشكل الكامل ولكن تم فتحها في عندنا في مصر يعني سينمات فهمش عارفها حصول فيلم يورنيم على فيلم واقعي أو فيلم حي ماذا؟ ما حصل على فيلم؟ والفيلم يعني كان كويس وعمل ضجة بتاعته والناس حبيته ليه؟ أه؟ بلوس؟ قنات إن تشيكي تعود وتضرب كده متابيئة تاك يعني أو تقريبا كل المنتظرين للموسم الرابع تحت الدربة تحت الحزام يعني بصراحة وحاجة بقت مريضة جدا إلغاء الموعد عرض الموسم الرابع لأجل غير مسمى وبدون تقريبا أي سبب والحد دلوقتي مش عارفين أن يمكن يرجع أمتى؟ المقارنة أنه كان هيكون في شهر أكتوبر اللي جاي ولكن محدش بقى فاهم أي حاجة دلوقتي هل المسلسل جاهز ولا هل بالفعل يعني زي ما في ناس كانت بيتهاهاها كده وبطول إن النهاية بتاعت المانجا خلته منهم ما يفكروا في الموضوع يعني حاولوا منهم ما يغيروا النهاية مثلا أعلنتوا عن معاد عرض ليه طالما أنتوا لسه لحد دلوقتي مش متأكدين إذا كان الأنمي جاهز ولا لا منصق ترويجي جديد لأنيمي جريد بريتندر وإن شاء الله هيكون فيه مراجعة للأنيمي ده بعد ما خلصوا لو كان فيه عند كلام كتير عنه ولكن المنصق الترويجي ده خاص بالحلقات من 15 لحد 23 اللي من المقرر أنهم هيتعرضوا في اليابان يوم الاتنين القادم في 9 أكتوبر القادم فيه إعلان هام خاص بمانجا بيرزر كوه مش متفائل ومعنديش أي يعني شغف ويحرق الجدير بالذكر تقريبا المخرج الخاص بكاسلفينيا كان أوضح في لقاء من مدة طويلة تقريبا من سنة 2018 أو 2017 إن هو حابب المنجا وحابب الأجواء بتاعها من الممكن في واتما يعني إن شاء الله كده يعني نعملوا لنا أنمي كويس جدا بإخراج نظيف جدا هل ده هو فعال الألان ولا هل هو مجرد إن ما هو هيجي يقول لنا إيه فصل جديد وإحنا نفرح طبعا إن فصل جديد ديت حاجة مبهرة بالنسبة المنجا استطعت المنجا الخارقة منجا كيميتسونو يايبة أنتصل إلى 100 مليون نسخة عبوعة مراحة هابب مراحة مراحة تقريبا ده نفس عدد الرقم الوصل لأتاك وجدير برضو بالذكر إن الفيلم الخاص قطر النهاية تقريبا هيكون يوم 16 الشهر الجاي وهيتم إصدار مجلد أو فصل خاص كده بيتكلم عن رين جوكو اللي هو الشخصية بتاعه أشرة اللهب في كلام عن إن هيكون المجلد ده خاص بأول 4.5 مليون مشاهد اللي هيشوفوه في اليابان على نفس الصياق استطعت مانجا كينجدوم أنتصل إلى 68 مليون نسخة أعرف إنه مش نفس الرقم بعد إصدار الفصل الرابع من مانجا بيرن ذا ويتش أو بيرن ذا مول اللي هي من أعلن كوبو أنه سيكون هناك موثم 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 ثاني للمانجا دي حلب بقرة صح مش هي مشيتك عشان بليتش المانجا الجانبية الخاصة بإيه سقلية من نفس الرسام الخاص بمانجا دكتور ستون بصراحة رسم حاجة رهيبة جدا يعني أذكر أن الفصل الأول صدر ويعني هو موجود على بنت في كل حدة وممكن تروح تقرأه يعني أنا شوفت كان صورة من الفصل ورسم حاجة كده كده بصراحة الوحية البيضاء شانبه واخد نص بيشوه وفي خبر كده على جنب فيري تيل يحصل على لعبة بعيدا عن الاني ممكنش فرق كان ايدن زيرو اه كان ايدن زيرو هو هيحصل على لعبة جديدة وزايد أنه أساسا كان ليه خبر عن أن فيه أنيمي جاي تفاصيل عن الموضوع ده هتكون في 26 سبتمبر المقبل مش عارف ليه بصراحة العرض الدعائي بقى الرسمي لأنيمي شامان كينج القادم في إبريل 2021 القادم ولكن ساعة لما قلنا الكلام ده قبل كده كان عرض ترويجي ويتدار تقول إنه حاجة بدائية جدا الجادير بالذكر زي ما قلنا قبل كده إن الأنيمي ده هيقتبس المانجا بالكامل وساعة تقدر تتابع الأنيمي ده وإنت مرتاح يعني مش هتفوتك أي حاجة إن شاء الله يعني يكون الاقتباس بشكل جيد ولكن إلا إحنا عارفين إن المانجا طويلة جدا فلا هيقتبسوه على مواسم عدة ولا هيقتبسوه هيكون أنيمي طويل جدا وإن شاء الله يعني بإذن الله يكون في مراجعة للأنيمي ده لو كان حلو كده وصادم من بدايته وحاجة جدا الكشف عن الملصق التاروجي للأنيمي القادم يوم 5 أكتوبر جولدين كاموي بموسمه الثالث إن شاء الله هيكون في مراجعة للتلات مواسم ولكن بعدين حصول مانجا هومونكيلوس على فيلم حي قادم في عام 2021 المانجا ديت أنا قرأت بعض الفصول منها ونوعا ما في البداية ما عجبتنيش ولكن بعد ما تذكرت الأجواء بتاعتها دلوقتي افتكرت إن أنا عملت دروب العمل ده إزاي أو يعني سبت وركنت وكده من ساعتها إزاي أنا قرأت تقريبا حوالي ممكن 5-6 فصول وبصراحة لما برجع أفتكر الأجواء بدأت أجواء كانت كريبة وحاجة كده حاجة فعلا تشد الميجادير بتذكر إن المبيعات المانجا ديت وصلت لأربعة مليون نسخة أربعة في المية من كيميتسو نييجا لا 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 يعني هيكون مستوى أربعة في المية أكيد أنا بقول ليه لا بعده صدور العرض الترويجي للفيلم القادم يوم 18 سبتمبر اللي هو عدة لفيلم أو المكمل الأحداث لأنيمي فايلوت إفار جاردن وبصراحة في عياط في قلم كده بتحسه ساعت لما تفتكر فيولت رسمه فعلا يا أخي حاجة ياه وبس هنا تكون انتهت حلقتنا كده وشوفك إن شاء الله بقى الأسبوع جاء ونقرت الغازل أقدسي تقول لك ممكن تعمل سبتمبر